اولا اريد اكد مثل ما اكد كل مرة اني اليوم ابدأ عن رأيي شخصي صفقات. انا افتخر كوني اعضو قيالي في الديمقراطي الكودستاني ولكن انا اتكلم بكلامي يجب ان يحسب علي لا على الحزب. اريد اكد عليها. الشيء الثاني. في الحقيقة الحزب الكودستاني لم ينتظر. الحزب الكودستاني مستمر في محاولاته. واليوم والبارحة ايضا كان هناك لقاءات مع قيادات شيعية وسنية على المستويات. ولكن كل هذه يعني شيار زيباري كان في بغداد برئاسة وفد عالي المستوى. سيد مسعود برزاني رئيس مسعود برزاني اعتقد يتلقى مكالمات تلفونة يوميا يتصل مع القادة. هذا هو ديدا هذه المرحلة. يعني نحن لم ندخل في مرحلة مفاوضات ومرحلة الاتفاق على نقاط معينة. طالما لم تزر النتائج النهائية. طالما لم يتم تكليف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة. انا ان العراق يحتاج الى حكومة قوية قادرة على ان تضع برنامجا يخرج العراق من هذا الموقع الموجود فيه. العراق غني بموارد طبيعية بموارد البشرية. العراق دولة لها تقاليت مهما كان نوع الدولة منذ العهد الملكي. ولكن ممارسة الدولة ليس شيئا جديدا في العراق. ولكن عند البعض اكيد. هاي نقطة رئيسية. شيء الثاني. احنا عندنا تجربة مرة اذا تذكرون في مفاوضات تشكيل الحكومة المالكي اثنين سبعة شهر اثمانة شهر. الحلفاء والممتحدة الاوروبيين اتدخلوا وطلبوا من الرئيس مسعول برزاني ان يقوم بمبادرة يجمع القادة السياسيين في اربيل اللي كان نخرج من الازمة. وحدث في وزارة عبادي نفس الشيء. لذلك عندما نقول او كما تقول انت يعني الحزب لا يريد ان نتظر الى ما لا نهاية. هذا مو موقف حزبي او موقف كردي بقدر ما هو تعبير عن موقف خشي على العراق فعلا. يعني الشعب العراقي مثل ما ذكر الاستاذ مناف ضغط على المؤسسة السياسية بحيث تبدل قانون الانتخابات نظام الانتخابات تجد انتخابات مبكرة الى اخره. وفرض على الواقع السياسي ايضا واقعا جديدا عندما اعطى للكل حساباتها. اشتركوا في القناة